على أهل كل بيت أضحية وعتيرة في كل عام العتيرة اللي هي المذبوحة في شهر رجب خلي بلقوا قلت موضوع ولا يصح ما قلتش ضعيف موضوع ولا يصح ركدوا مرة ثانية موضوع ولا يصح لأن ده منتشر جدا منتشر جدا وممكن اللي عايز يتقع بقى للمشكاة برقم 1478 منتشر حتى في البستات طيب بعد كده يقول لك من صام يوما من رجب خلي بالك بيرفعوا كلام ده لسيد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منه براء أنا بقى له ولذلك يقول لك الحديث الحديث بقول أي عمي يقول لك من صام يوما من رجب يعني دخلك هنا في فضلة الصيام وفضلة الصلاة كمان من صام يوما من رجب وصلى فيه أربع ركعات يبقى هنا فضلة صيام وفضلة صلاة وما حصلش هذا الكلام نركز مع بعض جدا من صام يوما من رجب وصلى فيه أربع ركعات يعني اليوم اللي يصمه دهوان صلى فيه أربع ركعات يقرأ في أول ركعة مئة مرة آية الكرسي وفي ركعة الثانية يقوله الله مئة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له قلت بإذن الله جل وعلا موضوع مكذوب مفترع ركزوا معي جدا مرة ثانية يا جماعة أنا برضو هذا من المشهور جدا أنا لا أجيب لكم المشهور جدا يقولك من صام يوما من رجب اللي يصم يوم يعني في رجب وصل فيه أربع ركعات بس هنا قيد لك يقرأ في أول ركعة مئة مرة آية الكرسي والركعة الثانية يقرأ فأقوله الله أحد مئة مرة يقولك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له موضوع مكذوب مفترع مصحيح ما حصلش ركزوا معي جدا لا أعزي رقع بالتفصيل رقع ليه الفوائد المجموعة مئة وخمسة والحديث موضوع وأكثر رواته مجاهيل طيب خلي بالكم معي جدا للحديث اللي بعد كده صوموا أول يوم من رجب كفرد ثلاث سنين سلام يعني يقولك إن اللي يصوم أول يوم في رجب خلاص ده بكفرد ثلاث سنين وبعدين اللي يصوم اليوم الثاني ده كفرد سنتين اللي يصوم اليوم الثالث كفرد سنة وبعد كده بقية الشهر بقى خلاص عن كل يوم شهرة ثم كل يوم شهر يعني كل يوم يصومه لقوه أجر شهر كفارد شهر خلي بالكم معايا جدا صوموا أول يوم من رجب كفارد ثلاث سنين والثاني كفارد سنتين والثالث كفارد سنة ثم كل يوم شهرة يعني كفارد شهر كل يوم عني يصومه في رجب بعد ثلاث يام الأول بكفارد شهر كفارد شهر طبعا قلت هذا كلام لا يصح هذا كلام لا يصح هم قالوا ضعيف قلت بل هو أشد وأوهن من ذلك بمعنى أنه ضعيف جدا وطبعا عايز يريجع للتفصيل وممكن يريجع للضعيف الجامعة 3500 وممكن يرجع لي أشهر لأحدث الضعيف والموضوع لنا بالتفصيل يعني جدا والذي بيّنت فيه أنه يهبط للضعيف جدا ترجمة نانسي قنقر